أهلا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج هاشتاك وتتابعونا فيها إردوغان سنلجع إلى الأمم المتحدة إذا لازم الأمر لتحريك القضاء الدولي في قضية خاشغجي وسين أن تكشف رسائل واتساب قد توفر دليلنا على دوافع اغتيال جمال خاشغجي قطار تنسحب من منظمة أوبيك ومغردون لن تكون الأخيرة زكام نحاد يمنع لقاب تفليقة مع بن سلمان وحركة مجتمع السلم تتهم مستقبليه بأنهم لا تهمهم الجزائر ونظام بشار الأسد يقيد الشباب بالسلاسل لإجبارهم على الانضمام لجيشه وفي مصر محكمة الجنايات تؤيد إخلاء سبيل المدونة صحفي وإلعباس بتدابير احترازية كل هذا وأكثر في هاشتاك وتابعونا أهلا بكم إلى هذه الحلقة من هاشتاك ندوكم دوما تكون نضوفنا مباشرة على الهواء عبر حساب سكيبيجي مباشر وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك في اختيار موضوعات الحلقات والتعليق عليها فشاركونا إلى تركيا وتصريحاتنا الجديدة من الرئيس التركية حول جريمة اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشغجي في القنصلية السعودية باسطنبول حيث قال الرئيس التركي رجل بطيب اردوغان أنه لو سنحت له الفرصة لكي يرد على وليل عاد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين لواجهه بجميع الأدلة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشغجي وذلك بعدما شكك الأخير في وقوع الجريمة وأضاف اردوغان في حديثنا لإعلاميين أتراك أثناء رحلته إلى فنزويلا بلاده تكرر السؤال الصعودية بشأن من أصدر الأمر بقتل خاشغجي وعن مكان جثته وعن المتعاون المحلي الذي تقول الرياض إنه أخفاها وأشار إلى أن تكتم فريق الاغتيال عن معلومات بشأن الجريمة هدفه حماية هوية من أصدر الأوامر متعاهدا بمواصلة متابعة قضية خاشغجي ومؤكدا أنه إذا لزم الأمر سيلجأ إلى الأمم المتحدة لتحريك القضاء الدولي بشأنها من ناحية أخرى أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تريزامي على أهمية تعاون السلطات السعودية مع نظراتها التركية في التحقيقات حول مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشغجي وقالت إن علاقتنا مع السعودية مهمة ولكن لن تمنعنا من التعبير بقوة عن وجهة نظرنا في مقتل خاشغجي وذكر بياننا لوزارة الخارجية البريطانية أن تريزامي شددت في اجتماع عقدته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في الأرجنتين شددت على أهمية ضمان مخاصبة المسؤولين عن ارتكاب جريمة القتل المروعة لجمال خاشغجي وأن تتخذ السعودية خطوات لبناء الثقة لضمان عدم حدوثي مثل هذا العمل الفضيع مرة أخرى من جانبها قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس تؤيد منح التحقيقات بشأن مقتل خاشغجي بعدا دوليا وجعت التصريحات الفرنسية بعد ساعة من تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردغان والتي أعلن فيها أن بلاده ستواصل تحقيق ومتابعة قضية مقتل خاشغجي مشيرا أنه إذا لازم الأمر سنلجأ إلى الأمم المتحدة لتحريك القضاء الدولي بشأنها على حد قوله وكان الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون قال السبت الماضي أنه أبلغ ولي العاد السعودي محمد بن سلمان رسالة حادة كموقف أوروبي من جريمة مقتل خاشغجي وأشار إلى الحاجة إلى مشاركة دولية في التحقيقات بجريمة مقتل الصحفي السعودي إلى قطر وردود أفعال واسعة لقرار انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للنفط المعروفة باسم أوبيك حيث أعلنت قطر اليوم الاثنين الانسحاب من منظمة أوبيك على أن يتم تنفيذ القرار يناير المقبل وأوضح وزير الدولة القطري لشؤون طاقة سعد الكعبي أن بلاده أخذت هذا القرار بعدما بحثت في استراتيجيتها طويلة المدى مشيرا إلى أن القرار يرجع لأسباب فنية واستراتيجية وليست سياسية وصرح الكعبي في مؤتمر نصح في عقده اليوم الاثنين بأن الدوحة أبلغت أوبيك بانسحابها صباح اليوم ووصف القرار بأنه لم يكن سهلا بعدما بقيت قطر عضوا بالمنظمة لمدة 57 عاما وأشار الوزير إلى أن اجتماع أوبيك المقبل سيكون آخر اجتماع تحضره الدوحة وزير الدولة القطري لشؤون طاقة سعد الكعبي قال إن بلاده أخذ القرار لانسحاب في إطار التخطيط لاستراتيجية طويلة المدى والبحث في سبول تحسين دورها العالمي وأن القرار يتماشى مع رغبة قطر في تركيز جهودها على تطوير قطاع الغاز أو نتابع شرعنا من خلال قطر للبترول بالعمل على تطوير وزيادة إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 مليون طن سنويا خلال السنوات القادمة كما أعلنت قطر للبترول سابقا عن استراتيجيتها لرفع طاقتها الإنتاجية من 4.8 مليون برميل مكافئ يوميا إلى 6.5 مليون برميل مكافئ يوميا خلال العقد القادم وسنطور أيضا أكبر مشروع للبتركميات في الشرق الأوسط لتكسير غاز الإيثيم من جانبه أشهد الشيخ حمد بن جاسم الثاني رئيس وزراء قطر الأسباق بقرار انسحاب قطر من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك واعتبره قرارا حكيما وقال الشيخ حمد بن جاسم في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر انسحاب دولة قطر من منظمة أوبيك هو قرار حكيم فهذه المنظمة أصبحت عديمة الفائدة ولا تضيف لنا شيء فهي تستخدم فقط لأغراض تضر بمصلحتنا الوطنية خبر انسحاب قطر من منظمة أوبيك حظي باهتماما واسع على منصة التواصل الاجتماعي في الكثير من الدول العربية ونبدأ بذغريدة من القطري فيصل محمد المرزوقي قائلا لست على دراية تامة بطبيعات الانسحاب ولكن كمواطن يقيني أنه لم تقدم عليه القيادة إلا لأسباب وطنية استدعت ذلك وكمتابع أرى أن السعودية للأسف تدمر كل الكيانات والتكتلات التي يمكن أن تواجه هيمنة القوى العظمى ولذلك هؤلاء متمسكين بالسياسة السعودية الجديدة حمد الثاني هو الآخر كتب عبر تويتر قائلا قطر لن تكون أول وآخر دولة تخرج من منظمة أوبيك هناك الكثير من الأعضاء الذين ينتظرون الفرصة السالحة للخروج من المنظمة لعدم التزام الأعضاء بحصص إنتاجهم بسبب سياسات محمد بن سلمان الذي لا يجد مخرج لجرائمه سوى زيادة الإنتاج لإرضاء سيده في البيت الأبيض أوبيك مسباح وانقص وضف حمد الثاني قائلا لن تصمد أوبيك وستتفكك قبل عام 2020 وحينها إذا ذهبت السكرة وجاءت الفكرة سيندم كل من ساهم في تفكيكها وسيعوم سعر النفط حسب أهواء وسياسات الدول وسيكون المتضرر الأكبر هو صاحب الإنتاج الأكبر البرلماني المصري السابق شيخ محمد الصغير قال يأتي خروج قطر من منظمة الدول المصادرة للبيترول أوبيك ضمن ما حققته من مكاسب سياسية وأعلامية واقتصادية بعد الحصار الذي فرضه عليها الجيرانة ولأن الدول المهيمة على المنظمة ربطت سعر النفط برضى ساكن البيت الأبيض طل عمره بين قوسين الإعلامي القطري جابر الحرمي والآخر غرد قائلا قطر أكدت أن انسحابها من منظمة أوبيك جاء رغبة للتركيز على تطوير مشاريع الغاز الطبيعي والتوسع الذي أعلنت عنه أي أن كان السبب فإن أوبيك خلال الفترة الأخيرة لم تعد تخدم أعضائها وأصبح بعض أعضائها بمكالمة واحدة يرضخون لمنهم خارجها وأضاف الحرمي في تغريدة أخرى اقتصاديات دول الخليج تحديدا تعتمد بالدرجة الأولى على تصدير البترول وبعد أن بدأت أسواق النفطة تتعافى ليصل سعر البرميل إلى 80 دولار جاءت مكالمة واحدة من ترامب إلى السعودية بتخفيض الأسعار فنفذت الأمر فهوت إلى ما دون الخمسين دولار فلمصلحة من تعمل دول أعضاء أوبيك غردت كذلك مشاعر قائلة تثبت قطر للعالم عامة ولدول الحصار خاصة أنها دولة ذات سيادة ومبدأ ونهج وحكمة تسير عليه لا تغير مبادئها لأجندات خارجية أو تحت ضغط قوي أخرى أو قوى أخرى ليتعلم منها الكبار كما يزعمون معنى السيادة المدون القطري أحمد اليهري كتب قائلا قرار قطر قد يشجع بعض الدول الأخرى الساخطة من تلاعب محمد بن سلمان بأسعار المفط على الانسحاب من أوبيك مما يهدد بتفكيك المنظمة يعاد محمد بن سلمان السعودية خسرت هيمنتها على مجلس التعاون والعالمين العربي والإسلامي وفي حال تفكك أوبيك وخصخصة أرامكو ستفقد أهم ورقة ضغط سياسي تمتلكها وهي أسعار النفط يوسف والأخر غرد قائلا صدمة ولطمة للشقيقة الكبرى فمنذ تحولت لصناعة الغاز أصبح وجود قطر بأوبيك مجاملة واليوم تتركها لإدراكها أن الشقيقة ستدمر أوبيك كما دمرت مجلس التعاون ولعلمها أن عضويتها فيها استغلت الشقيقة ورقة لتعزيز نفودها لا حاجة لمن يوفر للعالم 30% من الغاز أن يظل بمنظمة مقبلة على أزمة وجودية وأخيرا مع تغريدة لعضو المجلس البلدي المركزي في قطر خالد عبدالله الهتمي قائلا يظن البعض أن قطر تنسحب من أوبيك نكاية بالمنظمة وبالدول الأعو بالدول الأعضاء وإن كان هذا نهج من يظن هذا الظن إلا أن قطر تتخذ سياسة برغماتية تصب في مصلحتها الوطنية فقط دون أساليب المناكفة الصبيانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث كشف تقرير لشبكة سي أن آن عن مضمون مرسلات تحوى أربعمائة رسالة عبر تطبيق واتسعاب أرسلها الصحفي السعودي جمال خاشغجي إلى النشط السعودي المعارض عمر عبدالعزيز المقيم بكندا وصف في إحداها وليل عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنه كالوحش يلتهم كل من في طريقه بما في ذلك أنصاره وفي رسالة أخرى يقول خاشغجي أن بن سلمان يحب القوة والقمع ويحب إظهارهما وإن الاستبداد لا منطق له وقالت الشبكة الأمريكية أن مرسلات خاشغجي الخاصة عبر الهاتف قد توفر دليلا جديدا عن التوافع وراء اختياله لافتة إلى أنه كان في كتابته العالمية ينتقد بتحفظ ولي العهد لكنه في مرسلاته الخاصة لم يكن كذلك كما وأشار التقرير كما وأشار تقرير الـ CNN إلى أن هاتف عبد العزيز قد تعرض لقرصنة باستخدام برنامج تجسس إسرائيلي بحسب ما كشفه معمل تابع لجامعة تورينتو الكندية ولم يستبعد التقرير أن يكون المسؤولون السعوديون قد اطلعوا على هذه المرسلات التي تكشف أيضا عن خطة لخاشغجي وعبد العزيز لتشكيل حركتنا السعودية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان بالمملكة أو بخاصمة المسؤولين عن انتهاكها واعتبرت CNN أن نقاشا كهذا يعد خيانتنا في المملكة العربية السعودية قالت صحيفة نيويورك تايمز أن المعارض السعودي عمر عبد العزيز المقرب من الصحفي جمال خاشغجي رفع دعوة قضائية يقول فيها أن شركة برمجيات إلكترونية إسرائيلية ساعدت السعودية في اختراق هاتفه المحمول والتجسس على اتصالاته مع خاشغجي وأضاف كاتب المقال أن الدعوة تفرض ضغوطا جديدة على شركة NSO التي تنتج برنامج التجسس المسمى بيكسوس كما وذكرت الدعوة أن الشركة الإسرائيلية ساعدت حكومات بينها السعودية والإمارات بطريقة غير مناسبة على التجسس على هواتف مواطنين لديها حتى من دون أن تكون لهم أي سوابق إجرامية ومن دون أن يمثلوا أي تهديد من الجانب يوجه الناشط السعودي عمر بن عبد العزيز الشكر للقناة الجزيرة على تغطيتها لملف اغتيال جمال خاشغجي وغرد عبد العزيز قائلا أعتذر عن المشاركة والبهور بقناة الجزيرة وأشكر لها التغطية الاحترافية لقضية الأستاذ جمال خاشغجي بالطبع إيشان مغاردون سعوديون هجوما نواسعا على المعارضة الناشط عمر بن عبد العزيز بسبب إفصحه عن طبيعة المراسلات بينه وبين خاشغجي وكتب المدون فارس من باع أرضه وأهله من أجل شوية مال لا يملك ذرة كرمة رد عليه عمر بن عبد العزيز ساخرا أحسنت وكأنك تقصد محمد بن سلمان اللي باع النفط باخسارة مليارات الدولارات للتغطي على جريمة جمال فعلا كارثة الله المستعان أما أستاذ الأخلاق السياسي الدكتور محمد المختار الشنقتي فغرد قائلا المراسلات بين الشهيد جمال خاشغجي والناشط السعودي المعارض عمر بن عبد العزيز التي طلعت عليها السلطة السعودية بمساعدة برنامج تجسس إسرائيلي تكشف أمرين أولهما أن الإسرائيليين شركاء في دم خاشغجي مع حليفهم في الرياض ثانيهما أن محمد بن سلمان كان حاقدا على خاشغجي فقرر قتله بهمجية وإلى الجزائر واستمرار لردود الأفعال الغاضبة بسبب زيارة ولي العهد السعودي إلى البلط والتي غادرها مساء اليوم الاثنين حيث شهدت الجزائر حالة متواصلة من الغضب الشعبي في الأوساط الحزبية بسبب زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الجزائر التي وصلها مساء أمس وغادرها مساء اليوم ضمن جولة عربية وصفها محللون بأنها جولة غسيل للسمعة بعد عاصفة مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشغجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول وغادر بن سلمان الجزائر دون لقاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بتفليقة كما كان مقررا ضمن برنامج زيارة وذلك بسبب إنفلوانزا حادة تعرض لها بتفليقة بحسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم اثنين وذكر البيان أن الرئيس الجمهورية اعتذر على استقبال ضيف الجزائر ولي العهد السعودي بسبب الزكام الحاد الذي تعرض له الرئيس واستمرارا لحالة الغضب الشعبي في الجزائر بسبب زيارة بن سلمان هجم دكتور عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أحد أكبر الأحزاب في الجزائر هجم المسؤولين الجزائريين الذين استقبلوا ولي عهد السعودية في مقدمتهم رئيس الوزراء أحمد ويحيا وقال إن الذين بسطوا له السجاد الأحمر لا تهمهم الجزائر وقال مقري في تدوينة على حسابه على فيسبوك حكامنا دمروا اقتصاد البلد ثم لما أغرقهم بن سلمان في أزمتهم المالية بخفض أسعار النفط استجابتنا لأوامر ترامب فقدوا النخوة والرجول الجزائرية فقبلوا أن يعوضهم قاتل الأطفال في اليمن بدولاراته الحرام التي يأخذها بالسطو على خيرات الجزيرة العربية بعد سجن الأحرار وقتلهم من مواطني وتساءل مقري هل تحولت الجزائر إلى جمهورية الرز ومسافة السكة أم أنها صارت تأتمر هي الأخرى بأوامر ترامب وقال ومرة أخرى يتولى كبر هذه المهام القدرة على حد قوله رئيس الوزراء أحمد ويحيا وقال رئيس مجتمع السلم أن هؤلاء الذين بسطوا السجاد الأحمر لبن سلمان لا تهمهم الجزائر وأضاف إنهم يعالجون أزماتهم بالاستسلام والخنوع للكوى الإمبريالية الاستعمارية الدولية والإقنمية هم يعلمون أن كل الدول التي خضعت ضاع اقتصادها وفقرت شعوبها وبعضها ضربت في استقرارها ووحدتها ولكن هذا لا يهم أمام الطموحات الشخصية وعشق السلطة والثروة تخير برنامج منوعات كوميدي أمريكي من ولي العاد السعودي محمد بن سلمان والمصافحة التي قم بها مع الرئيس الروسي فلاديمار بوتين في قمة مجموعة العشرين والتي عقدت في الأرجنتين وظهر بن سلمان برفقة الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمار بوتين ودونالد ترامب في مقطع تمثيلي في برنامج ساتردي نايت لايف وبرر بوتين والذي دخل إلى المشهد عاري الصدر مصافحة بن سلمان بأنها لا شيء ومجرد مصافحة وقال للرئيس الأمريكي أنت مثل صديقة دائمة أما هذا الرجل السعودي فمجرد عشيقة عابرة دعونا إذن نتابع جانبا من هذا المقطع لبن سلمان مع بوتين وترامب في ذلك البرنامج الكوميدي مقطع بالرئيس جيدا برد لابد اللعنة أستطيع أنت تقتنى إذن أنك الهدائة عجل أنت بذلك أنت لا ليس انت لم ا exhaustion بح كما تداول مغردون على نطاق واسع مقطع فيديو نشرته صحيفة الجاردين البريطانية للقادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين يظهر فيها محمد بن سلمان أو يظهر فيه محمد بن سلمان وحيدا مع تجاهل كبير من القادة الحاضرين للقمة فلنتابع وحول الجولة الخارجية لولي العهد السعودي غرد السياسي النصري أحمد عبد الجولة قائلا بن سلمان حاول في خروجه الأول للعالم غسيل سمعته فجاءت النتيجة عكسية بتصليط مزيد من الضوء على جرائمه حاول التستر بأنظمة رسمية عربية تستقبله فنزلت الشعوب الشوارع ترفضه وتلفضه حاول تجميل صورته من خلال إعلام موالي ينظم أركستر ناشاز ينصره فلم يتبقى له سوى سماسر كترامب وبوتين تدعمه ألن بندر تحدثت هي الأخرى قائلة عندما التقى كوشنر مع محمد بن سلمان في الرياض العام الماضي تفاخر بأن بن سلمان لحبيبه كوشنر لأنه سيسلطر على سياسات مجلس التعاون الخليجي وأوبك واليوم العالم يرى كيف أن أعمال محمد بن سلمان المتهورة قد فككت مجلس التعاون ومنظمة أوبك أبو إيفانكا كان محقا عندما قال أن محمد بن سلمان وكوشنر شبان صغار بصلاحيات كبيرة تركي الشلهوب حساب على توتره والآخر غرد قائلا أمريكا وإسرائيل تدري كان أن الأنظمة القمعية العربية هي الضامن الأول لمصالحهم ولأمن الاحتلال الصهيوني لذلك يدعمونها بكل ما يستطيعون ودفاع نتنياهو وترامب عن محمد بن سلمان خير دليل على ذلك إلى سوريا حيث تداول ناشطون سوريون على منصات التواصل الاجتماعي صورة تظهر مجموعة من الشباب السوريين تجبر على الانضمام للجيش السوري وتم تقييد أيديهم بالسلاسل في مدينة دمشق على حد وصفهم دعونا نتابع عفوا وذلك على حد وصفهم كانت الصورة قد أثارت جدلا بين المدونين حيث كتب الصحفي السعودي أو السوري هادي العبدالله إيقاف عدد من الشباب في منطقة المزة عن طريق أحد الحواجز الطيارة بغية سوقهم إلى الخدمة العسكرية بدواعي الاحتياط هذا هو خضن الوطن الذي يرويج له النظام وأتباعه يتصيادون الشباب ويسوقونهم بعد العفو المزعوم والدعوات الكاذبة ودون الإعلامي والتميمي هكذا يساق السوريون إلى الخدمة في جيش الأسد لم يتوقف هذا النظام لحظة واحدة عن اعتبار السوريين عبيدا في مزرعته المسمى سوريا الأسد وغرد الناشط السوري عمر المدني قائلا هكذا يقوم نظام الأسد بالقبض على الشباب بواسطة حواجزه الطيارة وثم يقوم بسوقهم للخدمة في جيشه وهم مربوطون بالجنازير للدفاع عن كرسي كذلك علق الناشط السياسي السوري أسامة أبو زيد قائلا الصورة تشرح حجم إقدام الشباب السوري على الانخراط في جيش الأسد وحجم الحب وإيمان شباب سوريا بمشروع التطوير والتحديث الذي يقوده نظام السوري وعندما يقاد الشباب بالسلاسل إلى مركز التجليد لك أن تعلم إلى أي مدى عقيدة هذا الجيش تخدم الوطن وإلى أي مدى يؤمن المواطن بمشروع هذا الجيش وغردت ميسونه الأخرى قائلة الإهانة للشباب السوري بهذه الطريقة سوف تولد كره وحقد على هيك جيش وهيك نظام حتى لو كان الشباب مؤيد للنظام لينسى الإهانة وسينقلب السحر على الساحر إلى النصر وتأييد قرار الإفراج عن المدون والصحفي وائل عباس حيث قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم تأييد قرار إخلاء سبيل المدون والعباس والباحث وليد الشبكي والصحفي مؤمن حسن في اتهامهم لبث أخبار كاذبة والتحريض على قلب نظام الحكم مع اتخاذ تدبير أو التدبير الاحترازية اللازمة ورفض استئناف النيابة ويحاكم وائل عباس ورفيقيه في عدة اتهامات منها نضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وبث مقاطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصري ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك لبث شائعات كاذبة وتعليقنا على قرار تأييد الإفراج عن وائل عباس غردت الناشطة مناسيف قائلة الحمد لله سئناف النيابة اترفض وبالتالي وائل عباس مفروض يخرج أو يخلى سبيله ويبقى عليه تدبير احترازية بس كده وائل هيرجع في وسط أهله وحبابه ويتعافى من تدهور صحته واللي حصل في السجن الحمد لله عقبال كل البقين وغردت صاحبة حساب نور الإسلام قائلتنا محكمة جنايات القاهرة أيدت قرار إخلاء سبيل كل من الناشط والمدون وائل عباس وليد الشبكي ومؤمن حسن بتدبير احترازية الحق مصر أن الشطاء بقوا مجرمين وإجراءات احترازية السيد غيط والآخر كتب قائلا لو كان فيها حاجة حلوة تبقى يناير الثورة ويناير الشعب وكل جدع دفع وبيدفع من عمره دقيقة اعتقال ظلم علشان خطرها وخطر أهلها ميمو ألف مبروك يا وائل حمد الله على السلامة مهما كنت مختلف معاه ولا حتى ما كنت بتحبه اوعى تفرح ولا تشمد بحبسه مهما اختلفنا بس جمعنا ميدان واحد الحرية لكل الجدع ووقف في وش الظلم وعقبال كل المحبوسين ظلم محمد موافي هو الآخر غرد قائلا فعيد جدا لقرار إخلاء سبيل وائل عباس ويارب عقبال دكتور حازم عبد العظيم ودكتور أبو الفتوح والمستشار جنينة وعلاء عبد الفتاح والبقية المجهولين قبل المشهورين نهاية حلقة هاشتاغ لهذه الليلة لكم تحياتي أنا حيث لمانيو وإلى اللقاء اشتركوا في القناة